ولماذا أخرت خطبة العيد بعد الصلاة؟ فهل شرط لصحة الصلاة أن يسمع المسلم إلى الخطبة؟ كانت الخطبة لصلاة الجمعة في الأصل بعد الصلاة ولكن لما ترك الناس الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وذهبوا من التجارة وفي ذلك نزل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة إلى آخر الآية شرعت الخطبة قبل صلاة الجمعة حتى يحبس الناس لسماعها أما في العيد فبقيت الخطبة على الأصل من أنها بعد الصلاة والاستماع إلى الخطبة ليس شرطا لا في صحة صلاة الجمعة ولا في صحة صلاة العيد وإنما هي سنة فقط لو تركت فالصلاة صحيحة والله أعلم